أهلا بيكم هنتكلم النهاردة عن عالم الأرود والفرق بين الأرد والمسناس وإيه فيهم الأحسن في التربية وهنشوف الشمبنزي والغوريلا وإنسان الغاب وهنتعرف على أصغر أرد في العالم بس قبل ما نبدأ ادعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد الأرود من أكتر حيوانات المحبوبة في العالم لأن طبيعتها ودودة ومرحة جدا وكائنات زكية وبالرغم من كده إلا أنها مهددة طول الوقت بسبب عمليات الصيد الجائر وأصغر أرد في العالم اسمه أرد القشة أو الكرد القزم الأرد ده كيوت قوي بيعيش في الغابات المطيرة في حود الأمازون في أمريكا الجنوبية طوله حوالي 15 سنط ووزنه حوالي من 100 إلى 200 جرام عنده مخالب حادة بتمكنه من تسلق الأشجار وعشان وزنه خفيف بيقدر يوصل لقمة الأشجار دونا عن بقية الكردة وبيقدر يلف وشه 180 درجة للتكيف مع البيئة بتاعته وملاحظة أعداءه طب إيه الفرق بين الأرد والنسناس وإيه فيهم اللي نقدر أربيه بدون خوف النسناس أو يسمى السعدان هو فصيلة مستقلة عن الكردة النسانيس أو السعدين هي من الحيوانات السهلة في تربيتها عن الأرود وده هنقوله دلوقتي الأرد بيطلق عليه أبي أما السعدان اسمه مانكي مجموعة السعدين أو النسانيس وبرضو مجموعة الأرود كل واحد فيهم بينقسم المجموعتين العالم القديم اللي هي في أسيا وإفريقيا والعالم الجديد في الأمريكتين أما مجموعة الكردة بتشمل مجموعتين برضو مجموعة الكردة الدنيا ومجموعة الكردة العليا الكردة الدنيا دي فيها جميع أنواع الجيبون ودي بيبقى عندها ديل والدي الأرود اللي احنا عارفينها أما مجموعة الكردة العليا ودي اللي بتبقى شبيهة بالإنسان فيها الشمبنزي والغوريلا وإنسان الغاب دي ما بيبقاش عندها ديل أما السعدين أو النسانيس اللي هي مانكيز عندها ديل النسانيس بيعتبر فصيلة مستقلة عن الكردة وهو من الحيوانات السهلة في تربيتها عن الأرد وده لعدة أسباب حجم النسانيس بيبقى صغير بالنسبة لحجم الأرد وفصائل النسانيس أقل عدائية من الكردة النسانيس طبعه دفاعي يعني بيدافع عن نفسه بس لما يحس بالخطر أما الأرد هجومي يعني بيهجم عليك ويبدأ هو الهجوم لإظهار قوته وفرض صيدرته أما السعدين أو النسانيس أقل في العناد من الأرد وده لأن الأرد أكتر زكاء فده بيخليه أكتر عناد وقوة فنستنتج من كده أن النسانيس حجمه مناسب وممكن نربيه عادي مش خطر وكمان قابل للتدريب الأرود حيوانات صاخبة جدا بتتواصل مع بعضها من خلال الأصوات المختلفة سواء للتحذير من خطر أو الاتصال بالشريك وحتى للتواصل مع صغرها متوسط عمر الكردة عادة لحد 40 سنة في البرية وبتعيش أطول قليلا في الأسر الأرود منها أنواع كتير جدا لو حابين نعمل عنها فيديوهات اكتبوا لي في التعليقات هنقول النهاردة بعض منها وبالمناسبة منتشر دلوقتي كلام كتير عن فيروس جدر الأرود ومدى خطرته وإيه سبب انتشاره بالشكل ده هسيب لكم فيديو عنه دلوقتي من قناتي التانية لو حابين تشوفوه تنوروني طبعا في القناة نكمل كلامنا مجموعة الأرود بتنقسم لمجموعتين رئيسيتين زي ما قلنا كرود العالم القديم وكرود العالم الجديد هنقول بعض الأنواع في كرود العالم القديم زي إرد فيرفيت وإرد المكاك أما أرود العالم الجديد زي إرد السنجاب وزي إرد زي جولدن لايون تامرين طب إيه الفرق بين الإرد والشامبانزي الأرود والشامبانزي اللي اتنين نوعين من الرئيسيات بس زي ما قلنا الشامبانزي ملهوش ديل لكن فيه أرود عندها ديل اللي هي الأرود المعروفة أغلب أنواع الأرود عندهم ديل الشامبانزي ليه شكل جسمه هيكل عظمي أقرب للبشر عادة الشامبانزي بيبقى أكبر وأتقل من الإرد تميل الشامبانزي للحركة بوضع جسم أكتر استقامة من الإرد وبتقدر تمشي بشكل مريح على رجليها الخلفيتين الشامبانزي عنده نسبة دماغ لحجم الجسم أكبر من الإرد فبيكون أكتر زكاء في الواقع الشامبانزي أكتر حيوانات زكاء بس هل الشامبانزي كائن مسالم ولا غدار وممكن يقتل وده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية عن حدستين لشامبانزي وهجومه على البشر الأرود بتستخدم الصوت ولغة الجسد للتواصل مع بعضها أما الشامبانزي عنده مهارات معرفية ولغوية أكتر من الإرد الشامبانزي والغوريلا وإنسان الغاب ما عندهمش الكدرة لإنتاج الكلام لكن العلماء قدروا يعلموا الأنواع دي استخدام لغة الإشارة وحركات الجسم وحتى التكنولوجيا للتواصل مع البشر بشكل فعال الشامبانزي بيتميز بشعره الأسود خشن الملمس وأقدام الشامبانزي ويديه ووجهه مفهومش شعر طوله بيوصل لـ 94 سنتي ووزنه بيوصل لـ 65 كيلو جرام وبيعيش في البرية لـ 33 سنة تقريبا أما في الأسر بيتراوح عمره بين 50 و60 سنة طب إيه الفرق بين الشامبانزي والغوريلا؟ الاتنين من أنواع الكرود الكبيرة الاتنين أقرب الأرود للبشر بيشتركوا في العديد من الصفات لكن في بعض الاختلافات الرئيسية بينهم من حيث الحجم والشكل والسلوك يعني الحجم الغوريلا أكبر حجم طبعا من الشامبانزي بيوصل وزنها من 200 لـ 400 كيلو جرام أما وزن الشامبانزي من 40 لـ 65 كيلو جرام زي ما قلنا أما في الشكل الغوريلا عندها شعر أكتر كسافة وطول من الشامبانزي والغوريلا عندها وجه ضخم وجابين منتفخ أما الشامبانزي عنده وش أصغر وأكتر شبه بوجه البشر أما من حيث السلوك فالشامبانزي معروف بزكاءه العالي ومهاراته في استخدام الأدوات وحل المشاكل أما الغوريلا مسلمة جدا وأكتر هدوء وبتميل للعاش في مجموعات أكبر الغوريلا هي نوع من القردة العليا الشبيهة بالبشر وما عندهاش ديل زي ما قلنا موطنها في الغابات الاستوائية في إفريقيا وبتنقسم لنوعين والاثنين معرضين للانقراض للأسف منها الغوريلا الشرقية والغوريلا الغربية بتعيش الغوريلا من 35 ل40 سنة في البرية وهي أقرب الأحياء للإنسان بعد الشامبانزي والبنوبو اللي هو الشامبانزي الكزم طب إيه هو إنسان الغاب؟ إنسان الغابة بيسمى أورانجوتان هو أحد الكردة العليا اللي ما عندهاش ديل زي ما قلنا وموطنه أندونيسيا هو من أنواع الأرود متوسطة الحجم يقضي معظم وقته على الأشجار في الغابات الكثيفة الأورانجوتان هي كلمة في لغة الملايو أو اللغة الماليزية بتعني إنسان الغاب كلمة أورانج تعني إنسان وكلمة أوتان بمعنى الغابة لأنه بيشبه البشر ووشه وبتبدو عليه بعض التعبيرات البشرية زي التفكير مثلا وبيعيش حياة اجتماعية وزن الزكر بيوصل 77 كيلو جرام والأنسة بيوصل وزنها ل37 كيلو جرام أما طوله حوالي أربع أقدام بينما الأنسة نصف هذا الطول الأرود دي أجسامها كبيرة عندها شعر بني محمر ورأس كبير وأزرع طويلة قوية تقدر تتسلك وتتأرجح بالأشجار في إنسان غاب بيعيش في صومترا وإنسان غاب بيعيش في جزيرة برونيو والاتنين في أندونيسيا وإنسان غاب التابانولي وده بيعيش في جنوب تابانولي في جزيرة صومترا التابعة برضو الأندونيسيا إنسان الغاب من بين أكتر الرئيسيات زكاء ولكنه للأسف مهدد بالانكراد هو من أطخم الثديات اللي بتعيش في الغابات وفي عام 2022 اكتشف علماء الطبيعة أول دليل على إن إنسان الغاب يعالج جروحه باستخدام نبات وده أثناء مرأبتهم لإنسان غاب صومتري اسمه راكوس لاحظوا العلماء استخدامه لأوراق نبات متسلق النبات ده بيستخدم كمواد خام لإنتاج مسكنات الألم والمضادة للإلتهاب مع إن نادرا ما يأكل إنسان الغاب أوراق وثمار هذا النبات لكن بعد إصابة إنسان الغاب ده مضغ أوراق الشجر وعالج أنسجة وجهه التالفة بالكتلة الحيوية الممضوغة دي واتضح للعلماء إن العملية دي أسرعت فعلا في التقام جروحه وشوفي الجرح تماما بعد إسبوع لكن إزاي يتعلم المهارة دي لحد دلوقتي علماء الطبيعة معرفوش يحددوا سبب تصرفه ده وإزاي يعرف إن النبات ده بيطيب الجروح فعلا سبحان الخالق العظيم فعلا أمم أمثالكم أتمنى تكون عجبتكم حلقة النهاردة ومستنية رأيكم أكيد في التعليقات واستنوا الحلقات الجاية هنتكلم فيها عن حوادث الشمبنزي وهجومه على البشر هتوحشوني جدا ويا ريت تكتبوني في التعليقات كمان حابين نعمل حلقات عن إيه ودمتم في أمان الله مع السلامة